مرة أخرى ينضم إلينا هدفياً دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة لأدرسات الاقتصادية دكتور رحبك معنا في هذه التغطية الإخبارية كنت أسأل حددها دكتور عبد المنعم عن تيسير الإفراج عن الوردات وتخفيف طبعاً العبء عن كل من المشتوردين وحتى المشتثمرين إلى أي مدى ستخفف هذه الخطوة الأعباء عن كل من المشتثمرين والمشتثمرين وستساهم في مزيد من الاستثمرات داخل الدولة المصرية أولاً أهلاً بحضورك حزمة الإجراءات الاستثنائية التي تم الإعلان عنها طبعاً خطوة جيدة جداً لتيسير على إجراءات الإفراج عن الوردات هدفها الأساسي أن يكون هناك تخفيف للأعباء على المستثمرين إحنا عندنا كان إشكالية في عملية الاستغاد في تضييق على الاستغاد نظراً لارتفاع فتورة الاستغاد في مصر بشكل كبير نظراً لأنه إحنا في الآخر لما التضخم العالمي أثر على كل فتورة الاستغاد مصر تستود في حدود من 65 إلى 70 مليار إجراءات دولارية بشكل كبير نحو أنها تقوم بعملية تخفيف لأعباء على المستوى تنشيل إجراءات وتيسيرها الخاصة بعملية الاستغاد والإفراج الجمهوركي لبعض البضائع الموجودة داخل الموانئ المصرية أول حاجة هيساعد فيها أن المعدلات الأسعار والتضخم ممكن تقل بشكل جيد أو بنسبة جيدة نظراً لأنها هيبقى استغافرة في السلع والمنتجات داخل السوق المصري أيضاً بيدي رسالة ثقة وطمأنة للمستوىدين والمستثمين بشكل عام طيب دكتور عبد المنم خليني أسألك عن هذه النقطة يعني لو تضعني في مزيد من التفاصيل السماح للتوكلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى الموانئ الجافة وحتى المستودعات خارج المنافذ الحكومية مزيد من التفاصيل عن هذه النقطة الخطوة دي الهدف منها أننا أعتقد أن يصل على المستثمين بمعنى أنه يحقق للمستوىد اللي هو قام بإحضار بضائع من الخارج وبدل ما يحطها أو يحفظها في المستوىدعات الخاصة بالحكومة اللي ممكن عنده مستوىدعات الخاصة به يتم نقلها دون أي اشتراطات أو دون وجود ضمانات وبالتالي يحرك الهدف منها أن أنا أساعد المستوىد اللي هو بقاله فترة عنده إشكالية في عملية الاستغاث لا أنا بس أهلك البضاعة تبقى تحت إيشتك تقدر تتحرك فيها وتقوم ببعها والتعامل عليها بشكل ميصف دون الحاجة إلى تصريحات حكومية تستغرق جزء من الوقت وبالتالي هيعطل حركة وجود السلعة دكتور عبد المنعم هل تسمعني؟ طيب نعم أسمع حضرتك دلوقتي أفضل طيب الهدف من كل الإجراءات يا فندم أن أنا أخلي حركة البيع والشوار والمصر ما يبقاش عندي مشكلة فيها إنما السلعة اللي كانت محتجزة فيه الموانئ المصرية المتكدسة بشكل كبير بسبب مثلا ناموذج أربعة لم يتم الاتفاق الخاص به عدم وجود تحويل الأموال للمصدر الخارجي من الخارج كل الإجراءات دي هيتم اتغاد طيب للأسف من الواضح أننا فقدنا الاتصال لأنا بشكر حضرتك على هذه المعلومات الوفية دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة لأدرسات الاقتصادية كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لحضرتك